الآن راح ناخد مثال المثال هو عبارة مفتاحية اللي هي بمعنى ان المفتاح هنا عبارة عن جملة عبارة انطبق خطوات الالغورثمز أول خطوة قسمنا النص الواضح إلى هذه الثنائيات بعدين نلاحظ وضع الثنائيات عدنا ثنائية مكونة من حرفين متشابهين وهذا أمر غير مسموح الحل هو انه insert x بين الحرفين المتشابهين نتيجة إضافة الـ x صار تزحيف حرف الـ m إجوية الـ p اللي هو كان لوحده فانحلت المشكلة الثانية هسا الثنائيات مضبوطة ننتقل إلى الخطوة اللي بعدها راح نرسم مربع بوليبيوس اللي مقوم من خمس أعمدة وخمس صفوف يعني عدنا خمسة وعشرين خلية وبما أنه عدد حروف اللغة الإنجليزية ستة وعشرين حرف يعني أكو حرف ما عنده مكان لذلك راح ندمج حرف الـ i و j في نفس الخلية بماذا يملأ بوليبيوس سكوير راح يملأ بحروف المفتاح بدون تكرار فهذه play, fair, example تملأ بدون تكرار نتيجة لذلك انملأ عندنا السطر الأول والثاني باقي الخلايا راح تملأ بباقي حروف الأبجدية الإنجليزية اللي ما استخدمت بالمفتاح فصارت عندنا البوليبيوس سكوير بهذا الشكل ننتقل بعدين نجي نباوع كل ثنائية أول ثنائية هي h و i نشوف الh وين موقعها ضمن المربع والi وين موقعها ضمن المربع تنطبق عليهم الحالة الثالثة وهي أنه لا يقعان لا في نفس الصف ما يقعان في نفس الصف ولا في نفس العمود الحل شنو نقاطعهم يعني حرف الh راح يستبدل بالحرف الواقع في صفة وعمود الh بهالحالة hi راح تستبدل بbm ونكمل بنفس الطريقة الثنائية الثانية هي d e حسب ما نشوف d وال e موجودين بنفس العمود بالمربع القاعدة شو تقول يستبدل كل حرف بالحرف الواقع أسفله مباشرة يعني حرف ال d راح يستبدل بال o وحرف ال e يستبدل بال d وهكذا